بسم الله الرحمن الرحيم استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دالن هيا رئيس الدورة حفظه الله اليوم فخامة جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات ورحب سموه في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي بفخامة الرئيس جورج فيلا والوفد المرافق معربا سموه عن تطلعه إلى أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير لمزيد من التطور والنماء في علاقات البلدين خلال الفترة المقبلة وبحث الجانبان إمكانيات تعزيز التعاون المشترك والفرص التي يمتلكها البلدان لتطوير إعلاقاتهما في شتى المجالات خاصة التي تمثل رافدا مهما لدفع التنمية المستدامة في البلدين كما استعرضا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها مؤكدين في هذا السياق حرص البلدين من خلال عضويتهما في مجلس الأمن الدولي على العمل معا لدعم السلام والاستقرار والتعاون في العالم أجمع من جانبه أكد رئيس جمهورية مالطا أنه على مدى العقود الماضية كان هناك حرص متبادل على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين على مختلف المستويات ترجمة نانسي قنقر